ترجمة نانسي قنقر بعد ما طلعتوا كل كون انجبرت ابقى ابناوي بهون والشغل كله طلع من ظهري انا الله يعطيك العافية وطبعا اكيد هلا بدك تروح تزور بنت معلمنا بالمشفى مو هيك وبطريقة لا تنسى تاخد كم كيلو حلو معاك اي الحمدلله اللي هيك ولا غيره اهم شي انه البنت بخير ومرة تانية لا تطلعوا كل كون سوا مشان الحالات الاطرارية مو اكتر نحن جاهزين لاي مهمة دائما ولا يهمك اهلين سيدي يعطيك العافية هلو نعم ايليف كيفك شكلك مو على بعضك في شي لا ما في شي سلامتك بس امبين من عيونك غير هيك كأنك انت عم تبكي من شوي قالتلك ما في شي يا باشا بلا كتر هي الأسئلة يعني رح تضلت عاملني كأني عدوك يا سليم عم اسألة مجرد سؤال طلع بي وشة منيح شكرا كتير على اهتمامك يا باشا زعلاني على ابنت صالح هم تمام انا سألتك من خوفي عليكي لانه من قبل ما شفتك هيك من وقت جنازة عاكف الله يرحمه تأني غلطة بشي سيدي الفريق رح يعرف الخبر هلأ وبعدين بس اذا دخل عاكف عليهم فجأة شو رح تقول له نمتح لازم نحكي معه اكتر من مرة لحتى نخليه يهدى مو هيك سليم اكيد لانه اذا ضلت ساكت بيكون عم يخطط لشي اما اذا حكينا واقتنع بالحكي رح يهدى ويتقبل الوضع نحن لازم نجرب نقنعه بأي شكل انتو هيك رأيكم نحن رايحين نحكي معه هلأ سيدي مستحيل يا إليف انت لأ انا بروح لحالي وبحل لصة خلاص بقى قال بيروح وبيحل من غيري ما حدا رح يروح لمحل طلعوا بالسيارة يلا شو شو شباب؟ ياريتنا ياريتنا لو ركبنا كاميرا أو شي حواليا ممكننا على الأقل عرفنا شو الموضوع في شي مهم بس ليش ما عم يحكوا قدامنا يعني؟ الله أعلم بكرة الأيام بتبين بلتا شو بي؟ بلتا شو صار له؟ لك شو في؟ بتكون تمديداته الداخلية انضربت للزلمة oureووووووصل لما بحثت انه في شي عم يصير من ورا ظهلي بتشنش معدي فورا وبتعب أستاذي ما بيخوني لا تعال تعال لعني